تقرير بنكة المغرب تحدث عن مجموعة من الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية للمملكة والقرارات التي سيتخذها بخصوص خاصة سعر الفائدة حيث أنه تحدث عن ضغوط التضخمية التي يشهدها المغرب على غير رباق دول العالم يجب أنه في السر أن الضغوط التضخمية التي يعيشها المغرب والتي أدت إلى ارتفاع مستوية التضخم إلى مستوية غير مسبقة حيث تتجاوز في أكثر من 5% مع نهاية شهر ماي 2022 وهو رقم لم يسبق للمغرب أن وصل إليه هو رقم قياسي بدليل أنه منذ 2008 لم تتجاوج مستوية التضخم 2% هذا الرقم يفسر بالضغوطات الخارجية التي بسدأت في داء من شهر غشت 2021 يعني تقريبا سنة من الضغوطات التضخمية أدت إلى رفع مستوية التضخم التقرير يفسر أن السياسة النقدية لبنك المغرب تعمل على ضبط الضغوطات التضخمية بشكل أساسي وهذا هو ما تقوم به الأبناء المركزية من خلال تحكمها في كتلة النقدية التي يتم تدولها داخل الاقتصاد والنظرية الاقتصادية تقول أنه عند ارتفاع مستويات الكتلة النقدية إلى درجة كبيرة وجب تخفيضها عبر مجموعة من الإجراءات غير أن بنك المغرب لم يعمل على تخفيض معدل الفائدة الأساس يعني الذي تم ضبطه في حوالي واحد ونصف من المئة منذ شهر يونيو 2020 لم يتم تخفيضه على أساس أنه ما زالت الحاجة في الاقتصاد الوطني إلى مستوى فائدة منخفض على الرغم من أن مجموعة من الأبناء المركزية خاصة البنك المركز الفيدرالي الأمريكي قام برفع مستويات الفائدة بطريقة متتالية من 0% بـ 0.25 ثم 0.5 ثم إلى 0.75% هذا المستويات الرفع المتتالية كانت ردة فعلها أنه تم اتخاذ نفس القرارات على مستوى مشموعة من الأبناء المركزية بالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم أيضا برفع مستويات الفائدة في القادمة من الأيام غير أن بنك المركز المغربي بنك المغرب حافظ على مستويات الفائدة الأساسية ضمانا لتمويل السوق بالرساميل الأساسية والمطلوبة بحكم أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد مبنية على الاقتراض بشكل كبير إذن نفسر هذا القرار هذا بأن الضغوط التضخمية هي من مصدر خارجي وأنه مهما حاولنا الرفع من مستويات الفائدة فإن الأمر لن يكون له تأثير كبير على مستويات الأسعار بحكم ارتباطها بالمواد الأولية التي جهدت ترتفعات كبيرة تحت تضافرت مجموعة من العوامل لتسجيلها أهمها توقف النشاط الاقتصادي في الصين خلال فترة من فترات هذه السنة إطراء انتشار كوفيد وقرارها توقيف ممارسة أو لا توقيف الأنشطة الاقتصادية في الصين ثم اضطراب سلاسل التموين وارتفاع كلفة النقل وارتفاع بعد جائحة كوفيد وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على الأسواق المواد الأولية التي كانت في الأصل متأثرة بفترة من بعد كوفيد وزادت تأثرها بشكل كبير خاصة في المواد الغذائية وكذلك بالنسبة للزيوت ومجموعة من المواد التي تشكل فيها العرض الروسي والأوكراني عرضا مهما جدا في هذه السوق وكمثال على ذلك الحبوب التي يمثل فيها العرض الروسي والأوكراني أكثر من 35% من مجموع الصادرات والتي لن تجد طريقها إلى السوق ناهيك على ارتفاع تمن الطاقة بحكم العقوبات المفروضة على روسيا الثالث منتج للبيترول في العالم وأحد أهم المزودين بالغاز في العالم والتي أثرت على هذه الأسعار بشكل كبير وتراجع الأوروبيين عن التوجه إلى السوق الروسية دفعها البحث عن بداء مما أدى إلى ارتفاع هذه الأسماعات كل هذه التفسيرات أو هذه الأمور تعطي أن نوعية التضخم التي يعاني أو التوترة التضخمية التي سيعاني منها المغرب هي تضخمات أو نقول أنها آثار تضخمية مستوردة تدفع أن الاستقرار يخص الأثمنة المتعلقة بالسوق المغربية وكذلك التضخم من عوامل خارجية مما أدى إلى اتباع هذه السياسة النقدية التي نسميها في الأدبيات الاقتصادية سياسة نقدية توسعية اشتركوا في القناة